اهلا بكم في هذا الدرس الذي هو درس خاص بالمبتدئين في اللغة الإنجليزية طريقة هذا الدرس هي سأعطيكم جملة عبارة أو كلمة باللغة الإنجليزية والتي تحتوي فقط على الكلمات المهمة والأساسية والشائعة ثم سأترجمها إلى الإنجليزية لن أعطيكم وقتا كثيرا لذلك يمكن إيقاف الفيديو حتى تفكروا في المقابل الإنجليزي ثم تتابعوا المشاهدة لكي تروا كيف ترجمتها فلنبدأ يجب أن أذهب الكلمات قبل أن أبدأ الكلمات التي سنعلموا في هذا الدرس هي هذه الموجودة في هذه الجملة كما ترون هنا كلمات 1,2,3,4,5,6,7 كلمات التلاميذ يجب أن يظهروا أو يثبتوا قدرتهم على فهم النصوص البسيطة فلنبدأ الآن التلاميذ يجب أن يخرجوا طبعا سأزيد كلمات أخرى من عندي التلاميذ يجب أن أخرج مع التلاميذ يعني أنا يجب أن أخرج مع التلاميذ ليست لدي القدرة على فهم اللغة الصينية ليست لدي القدرة I don't have the ability ability القدرة I don't have ليست لدي I don't have the ability to understand Chinese يعني الصينية التلاميذ ليست لديهم القدرة على فهم الإنجليزية The students don't have the ability to understand فهم To understand English هو يتكلم He speaks هو يتكلم بالإنجليزية He speaks English He speaks English هو يتحدث بإنجليزية بسيطة سهلة He speaks simple English هو لا يفهم He doesn't understand هو لا يفهم الإنجليزية He doesn't understand English أنا أفهم الإنجليزية I understand English أنا لا أفهم الصينية I don't understand Chinese هو لا يفهم العربية He doesn't understand Arabic هو ليست لديه سيارة He doesn't have a car هو ليست لديه كتاب He doesn't have a book هو ليست لديه القدرة He doesn't have the ability هو ليست لديه القدرة على الفهم He doesn't have the ability to understand هو ليست لديه القدرة على فهم اللغة الصينية He doesn't have the ability to understand ما معنى اللغة؟ اللغة هي language اللغة العربية هو لا يفهم اللغة العربية He doesn't understand Arabic language يجب أن يتعلم التلاميذ الصينية The students must learn He doesn't have the ability to understand Chinese Lang language 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 Muhammad Muhammad must learn Arabic Arabic language كتاب book صمت صي لنس كتابه is his book صمته صمته his silence صمته يثبت عدم فهمه استخدموا الكلمة الأولى التي رأيناها في هذا النص Demonstrate Demonstrate والتي تعني يظهر يبين يوضح يشرح يثبت صمته يثبت عدم فهمه عدم فهمه His silence Demonstrate His lack of understanding Understanding الفهم Lack of عدم عدم الفهم Lack of Lack of يعني لا يوجد Lack of فقدان عوز احتياج Lack يجب أن أثبت فهمي للغة الإنجليزية عبر اختبار يعني عبر جرائي اختبار يجب أن أثبت I must demonstrate I must demonstrate test test throw 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 عبر throw يمكن قد ذلك أن نقول buy a test buy a test يجب أن يجب أن أقرأ I must read يجب أن أقرأ كتابا بسيطا I must read a simple book يجب أن يقرأ التلاميذ كتابا بسيطا The students must read a simple book القدرة على القراءة The ability to read القدرة على القراءة The ability to read القدرة على التعلم The ability to learn القدرة على التكلم The ability to speak شكرا على المشاهدة thanks for watching آمل أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو I hope آمل that you have benefited from this video إن كنتم ترغبون في مشاهدة فيديوهات من هذا النوع أدخلوا لرابط القناة الذي وضعته أسفل هذا الفيديو وستذهبون مباشرة إلى قناة أخرى حيث سأنشر فيديوهات بسيطة جدا لتعلم الإنجليزية على خلاف هذه القناة اللسان الإنجليزي التي أنشر فيها فقط مقالات للمتوسطين وللمتقدمين أدخلوا للمتوسطين